تتميز العلاقات الكويتية القطرية بشراكات متينة على مر العقود ومن أبرزها على الصعيد الاقتصادي افتتاح الخط الملاحي المنتظم بين ميناء حمد وميناء الشويخ إلى جانب توقيع مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للبترول اتفاقية لتزويد دولة الكويت بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاما بمقدار 3 ملايين طن إلى مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي ظلت العلاقات الكويتية القطرية على الدوام قوية وراسخة يعززها التنسيق عالي المستوى بين القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين وحرصهم الدائم على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات الأمر الذي حول العلاقات التاريخية بين البلدين من علاقات تعاون تنائي إلى شراكة استراتيجية شاملة وتكامل في مختلف المجالات وفي شهر يناير عام 2020 وقعت دولة الكويت اتفاقية طويلة الأمد مع دولة قطر لسراد الغاز الطبيعي المسالة لمدة 15 عاما وتقضي الاتفاقية بتوريد ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسالة من قطر إلى مجمع الغاز الطبيعي المسالة في ميناء الزور جنوب دولة الكويت كما جرى توقيع خمس مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين الشقيقين وشؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وفي المجالات الزراعية المختلفة وفي مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق كما شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا مسمرا حيث حقق التبادل بين دولة الكويت ودولة قطر الشقيقة قفزة كبيرة في عام 2018 مسجلا مليار و180 مليون دولار بنسبة نمو قياسية بلغت 72% هذا وكان للخط الملاحي الذي تم تتشينه بين ميناء حمد وميناء لشويخ الكويتي في غصص من عام 2017 دورا محوريا في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ووفر خدمة مثالية في نقل البضائع خاصة المواد الغذائية وغيرها كما ارتفع عدد الشركات الكويتية التي دخلت السوق القطري بملكية 100% ليصل إلى 170 شركة بينما فاق عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري أكثر من 656 شركة وتعتبر حركة الطيران المتميزة بين البلدين أحد الشواهد على تطور العلاقات التجارية التي يحرص الطرفان على تعزيزها وتطويرها العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ودولة قطر تعكس تطورا واسعا يقرب من وجهات نظر البلدين على الصعيد الاقتصادي كافة فضلا عن تقارب الرؤى المشتركة حول الملفات الإقليمية والدولية لتحقق التكامل والترابط في جميع المجالات الحيوية التي تحقق آمال البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة